بالنسبة للحكومة وموقفها هناك الموقف القانوني للحكومة الشريعة المتواجد والمعترب به دوليا أيضا وجودها في المناطق المحررة وتحديدا في المحافظات القنوبية ومارب وتعز كل التواصلات من قبل القوى السياسية وأيضا من قبل القوى الفاعلة المتواجدة في مجلس القيادة الرئاسية على التواصل وعلى إنسجام واضح اليوم من خلال هذه الممارسات التي تمارسها ميليشيات الحوثي في المحافظات التي لا تزال تقبع تحت سيطرتها على مختلفة للصعيدة هو دليل واضح بأن هذا المشروع ليس مشروع حياة وإنما هو مشروع موت يقول بأنهم سيطروا على صنعاء وقادرين أن يفعلوا أي ما يريدون في صنعاء اليوم رموز القمهورية في المحافظات التي تقع تحت سيطرات الميليشيات الحوثية تنتهك اليوم الناشطين والأطفال والشيوخ الذين يرفعون عالم القمهورية يتمزق بهم في زقون الميليشيات عن أي نظام وعن أي مشروع يتحدث طلعت الشرقبي وغيره من هذه العينات التي تحاول أن تجمل صورة إرهابية صحيح هناك إخفاقات وهناك تباينات في معسكر الشرعية لكن قد تكون هناك اختلافات سياسية لكن اختلافات يمنيين مع الميليشيات العوثية اختلاف فكري اختلاف طائفي اختلاف بأن زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي مفوض من السماء وهو ما يتنافق اليوم مع أهداف ثورة السادس والعشرين في ستمبر حاولوا أن يقتثوا كل المكتسبات الاجتماعية والسياسية والعسكرية والدينية ومحاولة تجييرها لختمة هذا المشروع الذي يحاول إعادة تديا من إذا ما قبل 62